لا حاجة هنا للذريع أو البحث عن أغطية مرنة تبرر الفساد الذي يمارسه الرئيس هادي على الأقل عن طريق منح الغطاء والشرعية لأولئك الفاسدين وجعلهم جزءا من حاشيته والمقربين منه حين تصبح السلطة هي الغطاء للتماد في أكل المال العام تصبح أكثر الأسلحة خطورة بيد الفاسدين القدامى والجدد تكشف هذه الوثيقة عن حجم التلاعب الذي بات يهيمن على مؤسسة الرئاسة وإلى أي مدى وصل الفساد في هرم السلطة الشرعية هنا ثلاث شركات نفطية مملكة للتاجر أحمد العيسي وهذا ليس غريبا على واحد من أكبر أباطلة النفط في اليمن لكن الغريب أن هذه الشركات هي الوحيدة التي تحضر اجتماع مناقصة الشركات النفطية لتوفير وقود الديزل والمازوت لمحطات الكهرباء وهي الوحيدة التي تخوض مجال المنافسة فيما بينها وكأن صاحبها يقول أمطري حيث شئتي الوثيقة ذاتها تكشف أيضا عن حجم التلاعب بأسعار الوقود حيث يظهر سعر الديزل المقدم للطن الواحد بثمانمائة وعشرة دولارات إلى ميناء عدن مع أن السعر الحقيقي يفترض أن لا يتجاوز خمسمائة وخمسين دولارا بحسب الأسعار العالمية أي أن الفارق في الطن الواحد مئتان وستون دولارا وإذا كانت الكمية بمجملها تبلغ سبعة وستين ألف طن فإن حجم الفارق والمنهوب من المال العام يصل لأكثر من سبعة عشر مليون دولار سعر المازوت الأقل المقدم من شركة عرب جلف المملوكة للتاجر العيسي يبلغ ستمائة وستة دولارات للطن الواحد بفارق ثلاثمائة وخمسة وستين دولارا والذي يبلغ سعره عالميا مائتين وخمسين دولارا وإذا كانت الكمية المذكورة في المناقصة تقدر بخمسة وثلاثين ألف طن فإن فوارق الأموال المنهوبة تقدر بأكثر من 12 مليون دولار ليبلغ حجم الفوارق في المادتين وفي صفقة واحدة نحو 29 مليون دولار وليستمر العبث بالمال العام وكأنه مال لا يملكه أحد ولا يحتاجه أحد دائرة الفساد تتسع بحيث لا تتوقف عند هذا الحد فتاجر النفط الذي أصبح يمتلك مكتبا داخل مؤسسة الرئاسة بات يخضع الكثير من المؤسسات المالية والسيادية لقراره ليبقى المنصب مجرد آلية للتغطية على واحدة من أخطر الجرائم بحق الشعب اليمني وتبقى سلطة هادي عنوانا لكل جريمة يمكن أن تخطر على البال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر